ده موت للقلب فازاي نحيي القلب ازاي القلب يحيا يحيا والقلب ممكن يموت وإحنا في الأحوال اللي زي دي طبعا قلوب الناس اللي حست أني مفيش فايدة وإحنا كده ضعنا وإحنا كده خلاص لا خارس تعالوا نحيي القلوب دي نحيي القلوب بإيه بسر قولي تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتَا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الناس إذن احنا محتاجين شيء أنا بسميه النفس المنير يبقى عندنا نفس منور النفس المنور ده غير النفس الطويل احنا مش عايزين نفس بس يخلينا نصبر احنا عايزين نفس يورينا يخلينا نرى بنور الله احنا محتاجين ساعتها لما نشوف بنور الله عنشوف أن أنفسنا مش هي الحاجة اللي بنعيش بيها عنشوف أن الأنوار هي اللي بتخلينا نعيش وساعتها حياتنا ما تتأسب الأنفاس تتأسب الأنوار ويبقى الأنوار دي اللي جاية ثابتة بمدد الله سبحانه تعالى الحياة كلها يا سادة تقدر تفهمها من أول زهور لسيدنا آدم على شاشة الوجود ما لك بتسأل؟ قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء أو نحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها لو أردت أنك تفهم الحياة بنظرة أو من كان ميتا فأحيناه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس الحياة مدرسة تتعلم فيها لتعمل بأمل أمل إيه؟ أمل تتعلق فيه بالله سبحانه وتعالى أول لحظة جينا فيها للحياة وعرض الله سبحانه وتعالى سورتنا على الملائكة ربطنا سبحانه وتعالى بالعلم ففي الحياة إحنا بنتعلم من المعلم الأجل الله سبحانه وتعالى ثم نعمل بهذا العلم شكرا